نبقى دائما مشاهدين في ذاتي الموضوع أستقبل السيد رشيد الجراج مسير سابق في اتحاد العاصمة الحديث أكثر حول هذا الموضوع أهلا بك بداية سيد رشيد هل تظن أن هذه الحادة العاصمة التي اعتبرها الفريق العراقي ربما هتفت هذه اعتبرها إهانة هل تعتبر أنها أخذت أكثر من حجمها وتم تضخيمها أكثر من اللازم نظن أنها ضخيمت أكثر من اللازم خاصة من طرف العراقيين هتفت ردود الأفعال أمس في الليل عن طريق شبك التواصل الاجتماعي من عدة عراقيين وحتعني من فلسطينيين اختراف في نفس الوقت مناصر الاتحاد العاصمة كانوا يغنيوا على صدام حسين وعلى القدير الفلسطينية أنا نظن اليوم كنت أولي للقاء في إطار بطرة ربط الأبطال العرب لكورة القدم وما تنص عليه لوائح هذه المنافسة نظن أن نادي اتحاد العاصمة يعني اشتجب إلى دفتر شوروت المنصوص عليه في هذه اللائحة يعني نادي اتحاد العاصمة لم يقصر لم يقصر فيما يقص الاستقبال والظروف يعني للقاء النادي العراقي يعني النادي يعني النادي كان نادي قام بكل يعني احترم دفتر شوروت تعال المنافسة بحذفره الآن الأنصار يعني يعني في المدراجات ما تشعني وحد يقدر يتحكم في عقول الأنصار ولا في نطق تعم ولا في نطق الأنصار أنا نظن لتغريدة لتغريدة نادي اتحاد العاصمة اللي كانت برح في الليل على شبكة توازل الاجتماعي وين يعني قالوا أنا الأنصار يعني ما يعرفوش هذه يعني ما يعرفوش تاريخيا واش كان بين الصدام ولا بين الشيعة والسون احنا ما نخلوش احنا في هذا في هذا في هذا هؤلاء هما كانوا يعني كانوا بحسنية بحسنية يعني يعني كانوا يعني يمجدوا في هذا شخص هذا رحمه الله صدام حسين يعني بحسنية يعني كانوا يستنوا يعني أن الوف العراقي يتقبل يعني هذا ويسترحبه ولكن صار حدث ما حدث ولكن يعني مليح يبقى يعني هذا الحدث هذا في إطار لقاء كورة خادم وانبضر عن الأنصار ما نموش يعني أنها حتى يعني يستدعى أنا نفهم أنهم يستدعوا السفير هو مثلا كان فيه غاليان شوية جماهيري كان فيه جماهير التي تنقلت أمس بالليل أمام الصفارة الجزائرية في بغداد أنا نفهم يعني ولكن ما نموش أن هذا الحادث جماهيري ما نموش عن موقف تع دولة حتى يتم يستدعى سفير وان شاء الله يعني كما قال السيد بيراف تعود المياه لما نجري إن شاء الله يبدأ من غادة نوله أنت قلت أن إتحاد العاصمة وفر كل ظروف الجيدة واللازمة في استقبال البعثة العراقية عندما جاءت للجزائر لكن عكس ذلك المدرب بعد لقاء أمس قال أن الأحداث في الجزائر بدأت من اللحظات الأولى لقدوم الوفد العراقي من تغيير ملعب وما إلى ذلك هل يمكن تصديق أن ندي إتحاد العاصمة هذا ندي المحترف الذي طالما استقبل فرق عربية وكذا إفريقيا يقوم بهذه الأفعال التي تسبق هذا اللقاء لا تغيير الملعب ليس من صلاحية إدارة إتحاد العاصمة أو من صلاحية اللجنة المنظمة لهذه المنافسة عملا بلائح الإتحاد العربي المتعلقة بالمنافسة وفيما يتعلق بهذا كانت عندهم طرق قانونية حتى يقوموا بشكوها لمراقب اللقاء والمسؤول على أمن اللقاء أثناء الاجتماع التقني كان عندهم كما يقولون أنكاد غليجال قانوني وكانوا يقدموا الملاحظات تعم أن نظل إتحاد العاصمة كما اشتنوش في اللوائح إتحاد العاصمة لحكو حتى توي نعطيهم غرفة غير الملابس الخاصة بهم اخترى لائحة لائحة طانوس على في ضفط شوروط لائحة مثلا في إطار غرفة تغيير الملابس للفريق الزائر في شوروط والشوروط هذه ملقوش في غرفة تغيير الملابس الأندية الزائرة في ملعب أمار حمادي أعطلهم يعني يعني الفيسير تغيير الملابس أنا نظل أن إدارة تتحاد العاصمة لم تقصر بثة معهم هم كانوا عندهم مشاكل على حسن معلومتي عند قدومي من الجزائر في المطار البعثة الصحفية يعني الصحفية التي تنقلوا معهم جابوا كاميرات وجابوا درون يعني درون ودرون يعني مشغل في الجزائر في كل دول العالمية يعني عنده عنده قوانين اللي تمشي فيه أدام مكر وأنا نظن يعني حتى يعني يعني دخلوا بالدرون وقاموا حتى يعني بصور يعني بالدرون أنا نظن هم يعني خرجوا من اللقاء أنا اليوم نطرح عليهم سؤال لو كان مثلا كانت النتيجة في صراحة الفريق العراقي مثلا 2-0 في تلك اللحظة هل يعني يخرجوا من الميدان يكون سماري وآخر ما نظن يعني يعني يخرجوا من الميدان ما نظن تصريح آخر لعلي العطواني المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة العراقي طلب باعتدار رسمي من وزارة الشباب والرياضة الجزائرية وبمقابل ذلك أيضا كما ذكر التزميلة مجدى قبل حدث تم استدعاء السفير الجزائري أيضا في العراق هل ترى بأنه تصعيد نوعا ما مبالغ فيه بالنظر إلى ما حدث أنا مبالغ فيه على كل ما نقول مبالغ فيه ولكن نفهم ثاني يعني السلطة العراقية في غلايين جماهيري في غلايين جماهيري خاصة أن يعني في شبكة التواصل الاجتماعي يعني يعني رحوا بأنها فيها كأنها عنصرية وطائفية و إلى مشابه ذلك والشي هذا احنا عارفين هم نحبوش ندخلوه يعني في هاد في هاد تفاصيل في هاد تفاصيل هذه ما نشأل الخاصة باش ندخلو فيها هما يعني كان لازم عليهم يعني يدير وشي هذا ولكن نظن لازم يعني توقف يعني في هذا الحد يعني هو لقاء اليوم كان اتحاد عربي لكورة القدم هو لينظم هذه البطولة كان لوجه منظمة كان لوائح كان لوائح وكان لوجه انضباط لعندها خمسة أيام بعد تسلمها لتقارن اللقاء لتأخذ يعني الإجراءات لنصع لها قانون الانضباط والأخلاقية للاتحاد العربي لكورة القدم مستقبلا أكيد هناك إمكانية لوقوع نادي اتحاد العاصمة أو أي نادي جزائري آخر في نفس المجموعة مع نادي عراقي أيا كان كيف ترى السيناريو هل سيؤثر ما حدث على اللقاءات المقبلة بين فرق البلدين نتمنى أنه ما يأثر ولكن دائما في إيطال منافس الربية العربية اللجنة المنظمة عندها إمكانية وكل صراحية لكي تنقل لقاء من مكان إلى مكان آخر لكي تضخم الأمور مستقبلا الاتحاد العربي لا يبقى مكتوف لأيدي من هذه نذهب فقط للاستماع لتصريح أمين تيرمان المكلف بالإعلام في اتحاد العاصمة الذي أكد أن إدارة الفريق استقبلت الأشقاء العراقيين أحسن استقبال مبرزا بأن ما حدث يبقى في نطاقه خاصة أن الفريق وفر له منذ قدومه وبشهادتهم كل الظروف إدارة تحت العاصمة مولو مدي هذا لتحفر لتحفر العراقية قامت كما قلت في الودي في المطار في فندق النادي أو في ميعم محمدي كانت هناك تدريبيتين معتدالهم لهذا الشريق مغارف تغير ملاد لتحفر العاصمة عما العراقي وكل كان يحتاج حافلات أيضا خيارات لكل المعطة إذن عكس هذا تصريح رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبدالخالق مسعود قال أن كل ما حدث كان مدبرا له وأنه تم اعتهيئة الجماهير لإثارة هتفات سياسية ما مدى صحة هذا التصريح الله التصريح هذا لازم يعرف أن في الجزائر ملعب كرة القدم والتي منبر جماهير حتى نسمعهم يذكر أسماء المسؤولين الجزائريين في لقاءات البطولة حتى كان معلومة في بحر الأسبوع الماضي اليوم في العراق كانت وطر في البصرة منذ أيام كانت احتجاجات سوسيو ايجتماعية واقتصاد على الوضع المعيشي انطلقت من البصرة كانت مناطيق في العراق أثناء المسؤولين جماهيرية ونسمعنا يذهب بالدام في صدام هذه ملعب عمار الحمد في بلوغ الأمر مدبر ولا مفبرك وحتى ردود الأفعال تعلم المسؤولين العراقيين نزيد ونحطوها كما يقولون بالفرنسية في الداخلي الذي يعيش حاليا العراق ليس من المعقول أيضا أن يردد أنصار هتفات ربما يعلمون أنها تجكل حساسية لدى الضيوف لا أظن أنهم كانوا يعلمون أننا كنت رح تشكل حساسية لا نظن ربما هما حقين أن صدام حسين هذا رمز من رموز العراق وكل العراقيين إليهم من هذا ما زال هنا في الجزائر يعني يقولوا وليخموا أن صدام حسين قد تم قتله أو إغتيال أو إسمه كما حبوه من طرف قوى أجنبية وليس من طرف عراقيين منظم أن الأنصار كانوا على دير أن هذه الصراخات تعوم في المدرجات ستجلب كل ردود الأفعال نستمع الآن لتصريحات الأنصار كانت هذه تصريحات المناصرين الذين أكدوا أن تصريحاتهم وهتفتهم في الملعب فهمت بالخطأ وتم تأويلها أو فهمها بالخطأ من جانب الفريق العراقي من جانب أخر إدارة اتحاد العاصمة لحد الآن لم تقدم اعتدار سوى اعتدار الحارس زيمة مشقا إد الفريق هل كان من الأجدار في رأيك أن يقدم الاتحاد على هذه الخطوة من أجل الاحتواء أو احتواء الوضع وعدم خروج الأمور عن نطاقها هو الاتحاد مطالب أولا بتقديم تقرير مفصل للاتحاد العربي لكورة القدم وهو حسب المطنس عليه اللوائح 48 ساعة على أقصى حد بعد انتهاء اللقاء ومدام كان رسميا مثل رئيس الأولمبية الجزائرية سيد مصطفى بيراف لقدم اعتذارات حتى كان زماموش لقدم اعتذارات أظن أن الاتحاد ستزيد تقدم الاعتذارات ولكن الحاجة الأولى لديرها هي أن ترفع تقريرها إلى الاتحاد العربي لكورة القدم لجونة المنظمة لالاتحاد العربي لكورة القدم هي أمور منعزلة إذن تحدث في جميع الميادين نتمنى أن لا تؤثر على العلاقة بين الشعبين الجزائري وكذا العراقي سيد رشيد رجراز شكرا جزيلا لك على الحضور وعلى كل هذه التوضيحات شكرا لكم على استضافة شكرا شكرا